بكالوريا امتحانة شهد البكالوريا المتواصلة في هذه الأثناء امتحانة البكالوريا مادة الرياضيات خلال هذه الصبيحة نسعد باستضافة الأستاذ مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأسات التعليم الثانوي صباح الخير مرحبا شكرا صباح النور وصباح النور على المشاهدين الحصة مرحبا كذلك بالأستاذة جميلة خيار رئيسة الفيدرالية الوطنية جمعية توليها التلاميذ مرحبا مرحبا بك شكرا صباح الخير عليكم صباح الأنوار أولوية للنساء كالعادة نبدأ معالك أستاذة جميلة خيار اليوم الثاني بدون شك أنت كان ممثلة عن أولياء التلاميذ سجلتم بعض من تقارير وصلتكم بعض من أنباء كيف مر اليوم الأول لشهدت البكالوريا شكرا على السؤال على كل حالنا يعني نجب أن نكون واضحين كيف يشقول عموميا كانت الأمور يعني مشات وكان فيه الانضباط كان فيه الاحترام البروتوكول وكان فيه يعني حتى تلاميذ كانوا مرتاحين حقا أننا صباحية قبل ما تبدأ كان شوي الارتراب كان شوي تقلاق كان شوي ولكن عموما كانت الأمور مشاة والحمد لله غير أن في بعض الجهات لحقتنا تقارير أنه كان فيه نقص النقل نقص النقل اللي خلى ربما التلاميذ شوي متقلقين حتى الأولياء نتمنى أن اليوم اليوم الثاني يكون يعني خدوا بعين الاعتماد مثلا هذا المناطق اللي والله يعني الحق لي تقارير البارح في الليل بتبسع بتبسع كان منطقة اللي ما كانش متوفرش فيه النقل والتلاميذ عناو عناو باش يلاحقوه هذا اللي خلاني لما جيت عندكم صابحة أول يعني قبل لذاي تعليم تيحان طلبت من التلاميذ يخرجوا بكري يخرجوا بكري باش ما يتكلوش ما يتكلوش ولكن للأسف يعني تبسع تقلقوا بزاف ما كاش متوفر النقل في واحد المنطقة اتصلنا يعني بالسلطات المحلية إن شاء الله هاليوم يكون نخدوها بعليتي جيد الأستاذ مزيان مريان من دون شك نقابة لأساتي التعليم الثانوي تصلكم تقارير عن كيفية سير الامتحانات في يومها الأول شكرا أولا نقول حاجة هذا القلق اللي كان يعني نتيجة الفراغ البيداغوجي اللي كان من المارس حتى موض سبتم أنا نقول تنحى تنحى مع الدخول اللي داروه التلاميذ يوم 24 أوت هذا الدخول نحى القلق هذا يكون نحى هذا الضغط النفسي اللي كان على التلاميذ أساتي ذا والمختصين النفسيين الموجودين في الثانويات في المؤسسات لعبوا الدور تحهم إذن هذه القلق تنحى وفي الدخول يعني واش القرار اللي وصلونا وصلونا على القرار تعليروبا فروة لأساتي ذا وأيضا للتلاميذ يعني مركز الامتحان اللي ما عندوش دمي پونسيون يعني طيبوا المكلة في مركز وعند أخر يجيبوها وفي بعض الأحيان تصل باردة إذن هنا أكيد يجب أن نفكر في هذا الشيء لماذا لا نختار مركز اللي فيه كوزين بشي وجودوا الأكل للتلاميذ الأخيري في الوقت المناسب أما في مستوى المواضيع ثم ربما نرجع إلى هذا الشيء مستوى متوسط يعني لماذا مستوى متوسط كانت عندنا فرصة كنا في التعليم الثانوي وما زالنا في التعليم الثانوي إنشأنا عدة مواضيع باكالوريا يعني الموضوع باكالوريا مستوى الموضوع يكافي مستوى التلميذ المتوسط إذن التلميذ المتوسط حقيقة يستطيع أن يتحصل على عشرة لكن هذا العام استثناء العام استثناء ولكن فرصة أيضا استثنائية أيضا بما أن عندهم فقط الفصل الأول والفصل الثاني الفصل الأول والفصل الثاني زيادة على هذا التنميذ الذي يستطيع أن ينظم روحه للمراجعة مع الأوليات تعويل آخره ستة أشهر للمراجعة لفصلين كان الضغط اللي تكلمت عليه الضغط النفسي في البداية ولكن هذا تنحى إذن ليس لهم أي مبرر باش يكون قلقي يوم الأول كانت الامتحالات والأسئلة في المتناول أي تلمية متوصل فيما يخص هذه النقطة حقا كما قال سيمزيان أنه كان عندهم وقت كافي بسهما يخفى ما يخفناش أنه كان الوقت دابو كان استثنائي خاطر هذا المرض جاءنا جاءنا هكذا فجأة يعني خل العائلة متخوفة خل التلميذ متخوف يعني كان مخصوص تركيز كان مخصوص يعني كشي قلو التحكم في النفس لأنه شفنا يعني مدة الغلق المدرسة إلى يوم أمس باش نديري امتحانات شفنا بالتلاميذ كانوا مشي قادرين يركزوا تماما وزيد زيادة على هذا لكن وزارة التربية فتحت الأبواب للمراجعة لا لا سمح لي سي هارون حقا وهذا كان طالب من الشركاء باش يكون يعني نشكر على كل حال من هذا المنبر نشكر الأساتذة نشكر يعني نقابات اللي مشوا لأول مرة مشينا يد في اليد ومشينا في خطوة وحدة هو كان من صالح التلميذ ولكن ما يخفش باللي التلميذ كان قاطع المدرسة الأساتذة على كل حال عملوا المجهود قاعدوا باتيصال مع تلميذهم عبر الوسائل الاجتماعية قاعدوا يعني كل واحد حوز كيفاش يقدر يقعد باتيصال مع التلميذ تعوه باش يقدر يرافقه ولكن هذاك عدم المرافقة وهذاك الضغط والحجر الصحي يعني تقاس تلميذ نفسيا وهذا اللي يخلنا نحنا كافي دير وطني الجمعية والتلميذ طلبنا باش تكون مرافقة مرافقة نفسية مع البسيكولوج احنا كنا طلبنا لو كنا نتحببها يعني ما بكي كان في الحجر الصحي كان يكون مرافقة مع البسيكولوج ولكن رغم كما قال سي مريان حق لما انفتحت الباب في 25 أبواب المؤسسات باش يديروا المراجعة كان شي جيد جدا لأنه خل التلميذ يتلاصق مع الأستاذ خلاله يدخل هذه كواترة تعليمية ولكن ما نقولش باللي لأنه عندهم غير فصلين وجي سهل أنا نقول لك نفسيا التلميذ تقاسوا بزار رغم أنه حقا باللي يمتحنوا إلى في الفصل الأول وفصل الثاني أكيد أكيد ولكن سمعني بارك لو سمحت يعني ما عندناش اختيار واحد آخر حقيقة كان الضغط النفسي كان الفرغ البيداغوجي وكان مام السبب اللي يستطيع التلميذ يديكروشي وهذا السبب يعني سترقر ولكن ما عندناش هذا اللي خلالنا طلبنا أن يلغى الفصل الثالث أن لا نتكلم على الفصل الثالث ومرافقة التلميذ كانت من مستحيل أن تكون قبل المدوت يجب أن ننظر إلى الجنوب لدرجة الحرارة تفوق أكثر من 55 درجة إذن ديجا اخترنا لفاوت باش كلزو ما نسعد الجنوب والشمال على المرافقة التلميذ نسرس كعشرة أيام ولكن باش نقول خلاص يعني ضغط النفسي تنحى ولكن أنا نقول أكثر من 50% ولهذا نقول للتلميذ ينسوا هذا الوباء ينسوا كل جه لأن هذا الظروف عالمية ليست فقط أنت قلت الأسئلة في متناول يعني التلميذ لديهم مستوى متوسط اليوم اليوم الثاني الاختبارات اليوم يكرمون المرء أو يوهان اليوم الامتحانات أو المواد المصيرية الرياضيات بالنسبة للعلم والرياضي وكذلك في الأمسية الإنجليزية اللغات بالنسبة للشعب الأدبية أكيد نتكلم يوم التلميذ يحكم على نتكلم كأستاذ في المدات الرياضية إذن عندما ننجز موضوع بكالوريا وكانت عندي فرصة في عدة مرات شاركت في إنجاز الموضوع يعني الشرط الوحيد الذي نضعه يجب أن الصعوبات تكون تدريجيا يعني ليس مباشرة التلميذ يتبروك ما لازمش نعطي موضوع والتلميذ يتبروك هذا اللي خلاني قلت المستوى الموضوع يكافي مستوى التلميذ متوسط ولكن عندما نقول تلميذ متوسط يجب أن يكون تلميذ متوسط حقيقة وليس بالغش يقولك أنا عندي 12 إذا عنده عشرة يعني بالقدرة تتعوه ينجح في بكالوريا ونعطيك ونعطيك مثال تجربة عشناها في ثمانينات عندما ندير المجلس الأقسام في الفصل الثالث أعلى بلنا بالنتائج باكالوريا مسبقا لماذا لأن التلميذ اللي عنده 10 11 أكيد ينجح الباكالوريا أنا ذاك باكالش أنا ذاك كين العمل يعني عندنا النتائج مسبقا بعد الأحيان يقولون كيف تكون التلميذ يعني كين ما يقولون ما يعطيش الأهمية في القسم وكي وصل لباكالوريا يعطي فرصة هذا كنسمي وحنا أساتذة ولكن الآن الظاهرة وسنتكلم عليها صحيح هي غلطة كل شيء تعتقد أنا لا تسمح لي باك نكمل في كلامه ده بغ نواصل نقول لك باللي أنا لي مكانش مواد مصرية أنا أقول مدى موجودة في الامتحان لأنه البعض من التلميذ يقول لك اليوم هو يوم حقيقة يوم الرياضيات يوم اللغات أنا نشاطر نشاطر السيمانغيان ولكن مدى موجودة في الامتحان دايما نقول التلميذ نقول مكاش المصيري يلزم كي تدخل للقسم دابوك تختار الموضوع لما تختار تقراهم مليح وتختار الموضوع لما تختار الموضوع تروح يعني مباشرة تبدأ تدريجيا تبدأ بالسهل حتى تروح للصحيب ولكن لابد يناد تلميذ يخدم في كل المواد لكن لكن هذه ظاهرة خلال الأعوام الماضية أكيد توقع التلميذ يحكم على يعني الباكالوريا تعوم من هذا اليوم الثاني يقول لك التلميذ لي ما يخدمش في الرياضيات يقول لك راح تلي الباكالوريا لا لا هارون لو سمحت هذا الفكرة يعني طرحناها في الإصلاح باكالوريا عندما يراتي الباكالوريا يستطيع يجيب باكالوريا إذا عنده ثمانية في الرياضيات لماذا كيف قلت زميلة المواد المعامل للمواد يعني متقاربة متقاربة يمجن عنده في الرياضيات يجيب 14 في التاريخ وجغرافية 14 في اللغة إلي كومبونسي دونك ولهذا هذا اللي خلانا اللي طلبنا يجيب أن يكون إصلاح باكالوريا يعني إصلاح الباكالوريا تم إحنا لما طرقنا للإصلاح الباكالوريا وسيمريان نتكلم عليها كنا رحنا باش يكون الباكالوريا في مدة تلتة أيام ونقص يعني نكون فيها بطاقة تركيبية لتابع التلميذ والمستوى تاعه لما يروح لامتيحان في السنة الثالثة ثانوي يدخل في المواد الأساسية أما اليوم أنا كل تلميذة يتبعوا فينا مكاش الأساس يجب يخدموا كل المواد في كل مواد وما يجب يشتلميذ يفشل لك أنشف رحو باللي في المدة ما يحس رحو بليسقط يجب يكمل كأنه ما ينوال هذا هو أستاذ مزيان مريان نتهز الفرصة بأنك أستاذ الرياضيات ماذا تتوقع في امتحان باكالوريا هذا العام في الرياضيات في الرياضيات أولا هذا لا ينقص في كيف يقول السمعات الباكالوريا يعني فصل الأول فصل ثاني ولكن الموضوع باكالوريا يكون في المستوى باكالوريا يعني هذا لا يعني معناه بما أن فصل الأول وفصل الثاني يعني ننقص في السمعات الباكالوريا لا يعني الموضوع باكالوريا نستطيع أن نكون باكالوريا بالفصل الأول ويكون في المستوى عالمي اسمعني بارك إذن هذا ما ينقص في المستوى في السمعات الباكالوريا وثانيا يكون في المستوى باكالوريا كما باكالوريا تقصد أنه حتى إلغاء الفصل الثالث يبقى مستوى المتحان الرياضيات يعني المستوى للموضوع يكون مستوى موضوع باكالوريا يدخل في الإزانال يعني أساتذة اللي راهم لشرفوا هذا الشي لحضروا أعلى بلهم المستوى اللي لازم ولكن نتأكد حاجة ونركز عليها يتوجه أولا إلى تلميذ متوسط تلميذ متوسط يحصل على عشرة هولا ما كما يقولوا بروميا هارون خويا شوف أنا باش نكمل في كلامه وباش هممته يعني نفهمك بالليه وهو ربما يشاطرني لماذا؟ لأن التلميذ السنة الثالثة الفصل الثالث التلميذ في الأغلب الوقت ما يروحش للمدرسة ما يتابعش الدراسات على الفصل الثالث كان يدير الفصل الأول وفصل الثاني بعد يقول لك أنا ما نخدمش للكشفة أنا نخدم للباكالوريا دونك التلميذ ديجا راه يخدم ما تنساش باللي كان دروس تدعيمية كان دروس خصوصية يعني الأولياء فيها دمجندين بزاف وما يخفلكش باللي الفصل الثالث لماذا لما قيموه همان مختصين قيموه قال لك يعني حصلنا يعني الفصل الثالث ما كانش عندو كايش يقولو كان فيه حزب يعني كان فيه وقل ثلاثة أو ربع أسابيع دونك التلميذ ما الأساتيذة اللي كانو ديجا في الدار كان قادرين واسوا ولكن احنا تشوركا طلبنا باش ميكونش الفصل الثالث لماذا باش يتكون يعني التوازن لي كيتي انتخلي زيلاف ليش باسك لو كانت بأنا دروس اللي كانت تبعث على البعد عبر القناة تليفزيونية كان تلميذ اللي ما عندوش تليفزيون كان تلميذ اللي ما عندوش وين يراجع كان تلميذ ربما حتى الانترنت مكانش حتى مني غيزو سوسيو مكانش يعني احنا حافظنا على حق التلميذ وقلنا لابد إلغاء الفصل الثالث طيب هذه المشاهد من عمق الجزائر من صحراءنا الكبرى أستاذ مزيان مريان بما أنك أستاذ وشفت معاناة أساتذة في الجنوب بهذه الصورة قبل البكالوريا بيوم للالتحاق بالمراكز بهذا المشهد تعليقك على هذا المشاهد أولا تحية للأساتذة اللي راهم يديروا مجهودات والتضحيات أيضا ويجب أن نفكر أيضا كلناها الجزائر يعني إذا تقارن بالمساحة هي قرى ولهذا يجب أن نأخذ مبادرات يعني يجب أن نفكر كيف لا يعني نرجع إلى ما يسمى في الماضي الانترناع يعني اللواء يباتوا تمايا يعني نوفرهم وين يباتوا يكلوا في الفترة بكالوريا أما يروحيوه أو من دوشك هاد الأساتذة الأساتذة لقبع مسافة 800 كم أكيد هل وفروه هذا الشيء السؤال يعني ما لبالله من دوشك رحي يباتوا فلا ليس فقط للأساتذة للتلاميذ أيضا يجب أن نوفرهم يعني المسافة بين البيت والمركز يمتحان بين الثانوية والثانوية أخرى في الجنوب عدنا 500-600 كيلومتر إذن يجب أن نأخذ بعين اعتبار هذا الشيء وإذا كان العدد التلاميذ يعني ما يسمحناش باش نحلوا مركز لماذا ما نجمعهنش في المركز ونوفر جميع الشروط لماذا نحل مركز لمئة التلميذ مئة التلميذ ونعاني من ظروف كما هادو المناخية إلى آخره لماذا ما نديرش فرصة باش نجمعهم في المركز ونعطيهم أيضا أمكانيات خاصة في جنوب كما كانوا في الماضي في الماضي واش كولنا نديره نصحوا باكر وريان نروحوا 100 كيلومتر ولكن جميع الشروط اللي ومتوفرة إذن يجب أن نوفر ولماذا لا المشكلة الآن ليس الأساتذة فقط حتى التلاميذ حتى التلاميذ البارحة في طمان راسة على ما أعتقد تلميذتين لو سمحت نكمل فقط بالنسبة للتلاميذ وفي بعض أحيان التأخر للتلاميذ يعني كان السبب يعني الأشعال اللي ديروه يعني ما كانش الأشعال ثم سجب يتمو في الباكالوريا يبدو يقدروني وإلى آخره شفنا في باكالوريا عشناها اليوم باكالوريا كان فيزيت تعرى الوزير الأول إلى ولاية إذن خلق أنبوتياج لأولياء ما كانوش ينتظروا فيها إذن يجب أن يكون التنسيق أكيد صحيح السنة هذا شفنا الوزير الأول هو اللي شرف انتلاق انتلاق هذا رئيسة فدرالي وطنية جمعية أولياء تلاميذ أسألك سؤال أنا بدأ بي نحضر دابوغ على الأساتي لأن نحييهم خطر هذه المشكلة كان مفضول ما يكونش هذه فضيحة من المفروض ما يكونش لأن ممكن عدد يشوفوا الصور وانت تعلق مع حمزة أنا الأستاذ اللي يعاني اللي اليوم جاء 600 كيلومتر 800 كيلومتر باش يروح يوقف باش يخدم خدمته ويعاني هكذا هذا الشي يؤسف لأن أنا من المفروض نأخذه بعين الاعتبار كل هذا ما نقدروش يعني في 2020 ما زال نأستاذ يعاني هكذا صدقني دوك نزيد نقول لك حتى كما قال الزمير حتى التلاميذ التلاميذ أيضا يعانيه وهذا غير ممكن غير ممكن في 2020 التلاميذ ما يصيبش النقل باش يروح اللي يمتحنت وعليش ما ناخدوش بعين الاعتبار وعليش ما ناخدوش الإجراءات وناخدو على الرؤساء البلديات امتيحان امتيحان نصيري امتيحان لكل رمجندين على جلو هذا ما نقدروش أنا ما نقبلهاش هذه صراحة ذوك طرحت سؤال نعم فيما يخص التلاميذ لوصلوا متأخرين البارحة أنا تحدث عن حالة البارحة يعني وموقع التواصل الاجتماعي كلها تتحدث عن تلميذتين حتى شفنا رؤساء أحزاب وفنانين ومشاهير يطالبوا برئيس الجمهورية أنه يتدخل من أجل تلميذتين من طمان رأس تعتقد بها يعودونهم البكالوريا لأنهم وصلوا متأخرين بفترة وصلت تقديرية في يد رئيس المركز لم يسمح لهم بالدخول ما عندناش تفاصيل يعني دقيقة للحادثة تحتاج تحقيق لكن تحدث عن التلاميذ الذين حصلوا المتأخرين أكيد كل سنة هذه المشكلة كل سنة يضع شف أكيد باللي هذه أولا كأم ولا كمسؤولة ولا كرئيس الفيدرالية نقول باللي كان ممكن ما يكونش رئيس رئيس المركز ملفوض ياخد قرار ياخد قرار حتى لو كان يحطهم في القعاء وحدهم لكن هو عنده رئيس المركز عنده عنده سلطة تقديرية في حدود القانون بانسر ولكن يجب أن تكون تانيك نكونوا معنيين ونكونوا يعني واقعيين أننا العام اللي فات والأول سنة اللي فاتت كان حصلنا هذا المشكل حصلنا المشكل وين طلبنا هناك باش يتكون هذه النص ساعة زيادة باش نخليوا التلميذ في عود التلميذ يدخل على 8 واتغلق البيبان على 8 مقرطة قلنا 8 ونص باش نعطيه هذه النص ساعة باش ناخدوها احتياطية أنا هنا ذو كما نعرفو ش دوروف يا هلطارة ما كانش فيه النقل يا هلطارة كان فيه مشكل يا هلطارة يلزم نعرفو دوروف ولكن ننضل بللي رئيس المركز كان عنده السلطة ليقدر يدخل بس كيلي كما رك تقول الحقوق على 28 من المستحيل 28 يحاوزهم لأن الأبواب تتنغلق على 8 ونص ذوك هنا يجب ان تحققوا يجب ان نحققوا كلنا باش نشوفوا ماذا جرى صحيح أستاذ مزيام ريان فيما يخص تلاميذ يوصلوا متأخرين أولا يعني نحاول أن نفهم لماذا خلينا ندرنا النص على هذه بكري كنا نحل الانفلوب فيتر والامتحان يبدأ فيتر وقانون يسمح للتلاميذ أن يوصل متأخرا أقل من 30 دقيقة حتى بعد فتح الغليفات يستطيع أن يوصل بعد 25 دقيقة عنده حق واش لاحظنا بعد الانترنت الفيسبوك إلى أخير لاحظنا أن بعد ما تفتح تبعث السجاء والتلميذ واش يدير يقعد متأخرا إكسبرين باش يشوف الموضوع باش يشوف الموضوع يوجد رخوث وما يدخل هذا حدث هذا حدث قبل 4 سنوات 5 سنوات المشكل الكبير يوقعنا فيها كيف فكرنا 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 الشركة اجتماعيين مع الوزير كيد واقعي لقدرناها حتى مع بن بوزيد فكرنا أن التلميذ عنده الحق يوصل حتى 8 ورد سيتدير الأبواب المركز مؤسسة مفتوحة يدخل القاعة أو فيتر عنده حق يدخل يوجد روحه ولكن المواضيع والانفلوب ما تفتح حتى فيتر إدمي عنده الحق يوصل شوف من ويتر حتى ويتر يوصل والأولياء التلميذ عندك بنتك والأوليدك يدير امتحان يا أخويا إذا كان النظر ربعة أصباح الآن السؤال هذا اللي خلنا تزدنا 1 دمية ولكن بعد ما تفتحت ليس لك حق لك لماذا يعني من وسائل من وسائل ومن وسائل شوف هذا نشطح بالغش كان اللي يقول الآن كي قلت يعني المسؤول المركز المدير المركز يعني كان يقول لك أنا 320 دقيقة لكن هو المسؤول هو المسؤول يتاو تخلي التلميذ مثلا تقول بعد أربعة دقائق اسمعني بركة مدام زيد دقيقة لماذا ما يدخل إذا خليت الخمسة لماذا ما تخليش ستة يجيب أن تكون التنسيق يعني لا يأخذ المسؤول لا يأخذ المسؤول وحده يعني لماذا نخليك ضب رأسك على يعني يجيب أن يكون محمي محمي تحمي مسؤول رئيس محمي محمي سمعني يجيك وحد حبسنا 835 يجيك وحد 835 تخلي 835 بس سمعني قبل فتح قبل فتح الأغليفة يقدر يدخل التلميذ لأن كما قال 8.5 باش نفتح الظرف 28 قلت باللحق 28 أو 25 التلميذ يدخل يدخل تلميذ يدخل لما تفتح يفتح الظرف كما قال لك باش نحرب وتسرب نحرب والغش نحرب قال لك يتنغل القول باب حق ولكن طلبنا باش يكون على الأقل عند الباب يكون في هال البوانتاج يكون في هال البوانتاج بس يتحاسب لأن لو كان 20 على 8 و25 التلميذ عنده حق يدخل لذلك اللي يغلق عليها الباب هو اللي يتحاسب الآن لما يقول نظيف هام جدا لأن هذا العساس اللي درنا في الباب يعني يوصل للتلميذ وأعطوا لأوامر أنما تخلي حتى واحد يوصل ثلاث دقيقتين ولكن هو لا يستطيع يأخذ المسؤولية يجري على الرئيس المركز الرئيس المركز راه يدور على الأقسام بشي يوزع لذلك تراحوا إلى آخره ولهذا يجب فرصة بش نقول يجب أن يكون مسؤول عند الباب ليس ليس النقرية وفي هذك تخيقتين حلم تلميذ راح يتعان أسمح لي أنا هنا يجب نحدده ويجب نديره كشي قوله سجر إفو تخفي لغيزان المسؤول كما قال سمريان المسؤول ياخد على عاتق مسؤولية أنا تحط لي البلونطو وش يقدر مسكين هو مسكين رجل مأمور عبد مأمور تلعب له بخبز تلعب ولكن هذا مسؤول يترق يس المركز يتنجاج هنا في هذه الصورة في ما وقع مثلا في طامن رأس البارحة كثير من المواطنين تعاطفوا مع التلميذتين لكن فيه رأي آخر يقول لك الآن تطبيق الصارم هذه هي صرامة البكالوريا الثامنة والنصف الأبواب تغلق بغض نظر على كل الأسباب أعلم أنه فيه مثلا غياب نقل فيه مشاكل قد تحدث لأولياء وتلاميدهم في الطريق نحو المركز لكن البعض يقول لك لازم الصرامة الثامنة والنصف تغلق الأبواب هذا رأي آخر أكيد ولكن تغلق الأبواب ولكن هوا الفكرة اللي نورناها الآن أنه يجب أن يكون مسؤول على الباب لأنه لم يكون مسؤول على الباب يعني يغلق يأخذ مسؤولية يأخذ المسؤولية يغلق عينه على دقيقتين مع ليش ولكن تقول يعني تعطيل نوار سور بلو لكن يغلق عينه على دقيقتين لكن يمكن يحاسب لا ولكن يعني نحو يعني قال ما سر سنة ثلاث سنوات على على دقيقتين ولهذا يجب أن يكون كيف تكون المسؤول اللي يكون هذه الرحمة سبحان الله العظيم يا بنتي يا بني واش خللك وصل ذلك تحت السيارة إلى آخر يقدر يعني يحلل ويأخذ المسؤولية أما واحد إلى جدي منوط كنز منوط هذا كباين هذا كباين لكن المنوط دو مينوط كمام هذا هو لكن الآن مثلا أنا خلال بحثي قبل قطع الأنترنت حتى في الصباح قبل بحثي وجدت أنه سنة 2018 سنة 2018 تم تسجيل أكثر من 200 متأخر مقصى من البكادوري بسبب تأخر أكثر من 200 في الجزائر وأعلم أنه سنة 2019 كذلك أكثر ممكن من 200 أو 100 متأخر تم إقصائه هذا المشكلة كل سنة يوقع يجب فيه فصل هذا اللي خللنا سنة الماضية يعني رحنا طرقنا إلى كيش يقولها إلى يعني كان فيه الغيابات كان فيه هذا المشكلة تعالغش وكان فيه الغيابات كثيرة اللي رحنا يعني كيش يقولها باللغة العربية إلى لدرنا هالعمري فت بش يعني نعطيو حق لكل واحد منهم بش يقدر يعني دورة أخرى نعم دورة أخرى نعود نعود ونرجع برك لهذه التلاميذ والتلميذتين هذه البالح من المفروض يكون فيها تحقيق من المفروض يكون فيها تحقيق لماذا؟ لأننا يعني مشيغير إحنا كفيدرالية شورة ككل لما تلقينا المشكلة السنة الماضية اللي كان فيه هدك مشكلة الغيابات قلنا أعطيونا الدليل قلونا ورهاك على قد السعى الحق التلميذ من المفروض عند الباب تكون القائمة والقائمة تتنحط سنية باش كي الحق على 28 و25 باشهم بعض نقدروا ندرسوا الوضعية وكيما قال سيمريانا نأكد ونقول باللي يلزم اليوم يتعادط الناظر لأنه ما يقدرش يحط الآن تعتقدوا أنه وزارة التربية يجب أنها تعيد الناظر مثلا في حالة المتأخرين في المسؤولية عند الباب سمح لي خليني نكمل لفكرة المسؤولية عند الباب ما نقدرش نحط بلانطان بواب يفتح ويغلق الباب وما عندوش صلاحيات وما عندوش الإمكانيات وما عندوش ومبعد يجي التلميذ على 25 يغلق الباب يقدر يكون مسؤول نا أنا نطلب باش يكون مسؤول مسؤول يندو مسؤولية باش يقدر ياخد مسؤوليتو لما يشوف باللي التلميذ عندو حق مذلو دقيقة يقولوا تفضل القسم لأننا واشتفقنا تفقنا لما تفتح الأضراف تم التلميذ ما ينتخلوش لأن خلاص كما قال تقدر يكون في تسرب يقدروا يصوروا يقدروا يبعتو باش الحرب والغش ايه لكن الانترنت مقطوعة لا لا الانترنت مقطوعة ولكن يا سيهارون واش خلنا يعني ساهمنا باتخاذ هذا القرار هي بحاربة الغش ولكن التلميذ اللي يوصل الدقيقة فقط بعد ما تفتحت الانفلوب هل ترى يستطيع أن يغش لا أكيد هو الظروف اللي يخلطه ولكن كي تشوف هذا أعلى قلتلك خليه مجال إلى المسؤول الذي كما نورناها الآن الفكرة هذه المسؤول اللي يكون على الباب هو لا يخذ القرار هل يدخل أما نقول يعني كما تقولت يعني الوزارة التربية إعادة النظر في هذا الشيء أنا نقول لا نفتح المجال برسكو إذا كان مسموح أسينك منوت كما قالت الأستاذة إذا كان مسموح كما قالت الأستاذة تخلي عند الباب واحد مسؤول يتخذ القرار هذا الفكرة اللي قلناها يجب أن مسؤول يكون في الباب وليس هذاك العمال العام المسكين اللي يخذ القرار لا يستطيع يخذ القرار يعني نضع نائب كما نورناها هنا في الكلام المسؤول نائب يكون تمام ممتاز الآن الآن نأخذ إعادة النظار في المجال الآخر يعني المجال يبقى دائماً مفتوح إذا خليته على خمسة على ما تخليش ست دقائق إذا خليته على ست دقائق على ما تخليش سبعة دقائق إذن يجب أن تكون صرامة نو صرامة لابد تكون صرامة لابد تكون ولكن وهذا هو المصدقية البطالية ولكن كما قلت دقيقة دقيقتين تلمي طيب الآن للحفاظ على المصدقية وللإبقاء على الإنسانية ما بين المصدقية الإنسانية ممكن ثانية أو ثانية دقيقة أو دقيقتين طيب المحافظة على المصدقية البكالوريا وعلى سوسية الكل الكثير من الجزائريين عبر مواقع التواصل الشمعي شفناهم الأمسية واليوم الصبيحة يقولوا يجب أن البنتين في الجنوب تم نراسة يعودوا البكالوريا ونعلم أنه هذا المشكل وقع حتى العام الماضي تلفزيون نهار كان عمل مع تلميذة يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة وراحت متأخرة لكنها ما عادتش البكالوريا وطالبنا بأنه يتم إنصافها لكن ما عودتش البكالوريا لأنه الامتحان يجرى بصرامة على الكل الكل سوسية تفتح الباب أمام إعادة تعتقل أنه مثلاً يتم إعادة البكالوريا لإعطاء فرصة أخرى لهاتين البنتين والله إعادة الفرصة يعني السنوات الماضية حدثت أكثر من هذا الشي ولم يكون إعادة بكالوريا رح تكون صرامة أكيد تكون صرامة ولكن كما يقولون يجب أن نفكر قبل ما يصير حاجة يجب أن نفكر على حلول قبل ما يطيح المشكل يعني مسبقاً نعرف هل يحدث هذا الشي ثم نوجد أرواحتنا نروح هنا باش نعطي فرصة كيف تكون الحلول في حالة ما في حالة ما حدث هذا الشي إذن يجب أن نفكر كما الفكرة اللي نورناها الآن مسؤول على الباب هي من الأفكار التي يجب أن تكون طيب ما نخليش إلى آخر أما المصدقية البكالوريا يعني الآن يجب أن نفكر كما في تصحيح البكالوريا في إصلاح البكالوريا ما يحدثش هذا الشي لماذا لا لدورتين لماذا لا يعني نعطي فرصة عندنا إمكانية لك أن تكون دورتين يعني واحد مريض اليوم البكالوريا إلى آخر لماذا لا نعطي له فرصة تقصد دورة استثنائية في مخصصة لعندهم مانعة الآن الآن الإنقاذ حذفة من البكالوريا لماذا لا تكون دورة ثانية لتلاميذ الذين حصلوا مثلا بين المعدل 9 و 9.99 لاحظناها لماذا بكري يجمع فيهم تلاميذ ليس لهم متأخرين ولمنع يجمع كلهم ولمنع يعني على قولتك يجب أن نفكر يعني بكري وكيف نقول المداولات المداولات يعني بستيله الكالكول نديرهم بستيله يعني يكون عندنا تلاميذ يطرح يجمع عنده 9.80 وكيف ندير هذا المصير إما يدخل في الإنقاذ إما واحد الأستاذ ربما عندما تصحح الورقة ربما ما تنسى نص النقطة نص النقطة تلعب الدول في الجمعة النقطة إذن أخذنا مبادرة والمسؤولية فصينا النقطة 9.5 درناها عشر يوصل إلى عشر إذن مداولة الآن يجي كالكشف النقطة بكالوريا 9.99 ينجح هل ترى عندما صححت الورقة مغلط 6.5 نص النقطة نص النقطة هذا بما إن الإنقاذ مكاش الدورة استثنائية الدورة الثانية يجيب أن تكون ولكن بالشروط ليس نعطي فرصة اللي عنده أربعة أكيد ما يجيب ولكن نعطي فرصة أولا لها أولاء اللي وصلوا غيابة ويبرر الغيابة وثانية ثانية اللي ترميط اللي مريد اللي حدد مكسيدون ترميط الترميط نحدد المجال للمعدل بين 9.5 9.99 إلى آخرين نعطيهم فرصة بتتقمنا شغالية ونعطي فرصة للجميع وننقض ننقضو ولدنا وننقضو ولدنا وهذه الفكرة تبقى مفتوحة لدراستها أمام وزارة التربية يعني بعض الأفكار نديرهم مننا من البلاطق ونحن نتحدث عن الهال لما دخلنا في الإصلاح لأن اليوم نعرف بلئ المجموع هو اللي راح دير كشي قولو المجموع والكمبيوتر ما عندوش لوسمو يَاپاد كار عندي 0.00 يَاپاد يَاپاد مهما 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 من قل الأستاذ لو كان كن المجالس أقسامو والأساتي هو ديجا عنده إلي ويما عنده الروح 99 و99 كيفاش نسقط التلميذ كيفاش نسقطه دونك أنا نشاطره وهذا هو كان الطالب إنتاعنا إحنا كافي داوطان جميتوري تلميذ ونشاطر وإحنا كنا نتكلمنا عن هذا ما دخلنا في الإصلاح وإن شاء الله نروحوا لها هكذا يعني كل هذه المشاكلة نشوفها نشوفها نقدر نأخذها بعين الاعتبار أفتح المجال الآن الحديث عن الغش في هذه الامتحانات المصيرية الوطنية نذهب لتصريح وزير التربية الوطنية الذي أكد على وجود ترتيبات جديدة من الناحية القضائية لمعاقبة أي محاولة غش خلال هذه الامتحانات المصيرية جانب أمني مهم جدا حتى تكون مصداقية إن شاء الله لهذه الامتحانات وكذلك تكافؤ الفرص فهذا الجانب الأمني وخاصة ما تعلق لا قدر الله بحالات غش فإن فيه أيضا ترتيبات هذه السنة هي ترتيبات جديدة وخاصة من ناحية القضائية وبالتالي إن شاء الله نأمل أن لا تكون فيه حالات غش وبالتالي نكون أمنع هذه الامتحانات أستاذ مزيان مريان الغش في الباكالوري يقابل بالردع شفنا المعلومات التي تحصلنا عليها قبل يومين بعد انقضاء امتحانات شهادة تعليم متوسط قضايا لشباب صغار قصر يستدعون للمحاكمة بسبب الغش ومنهم حتى من يأخذ سجن وما إلى ذلك يعني تعتقد أن القضاء على الغش يستوجب علينا هذا الردع الكامل السجن بهذه الصورة الآن نقول يجب أن يكون ربما أكثر لماذا؟ يعني منذ نقول 2007 كنا نناضل ودقنا كما يقولوا أن يجب أن نحارب الغش كما نحارب المخدرات يعني إذا حبيت تقتل الأمة خليها الغش يعني ينتشر فيها إذن يجب أن نحارب الغش لماذا؟ لأن الغش الآن وردت الظاهرة اجتماعية يعني التلميذ التعناه يعيش في المجتمع يتكلم عن الغش بارتو الغش إذن يجب أن نضع باستعمال جميع الوسائل باجتماع الجستيس إلى آخره لهذا كانت عقوبة الردعية بهذه الصورة أعتقد أننا نطلب أكثر من هذا الشي تطبق على الجميع لماذا؟ لأن إذا كونت طبيب بالغش تصور ماذا يحدث بعد إذا كونت مهندس بالغش تصور ماذا يحدث بعد إذن الغش هو اللي يضر ليس فقط الآن ولكن المستقبل الجزائر يعني الإطارات اللي تخرج لكن كي من له رأي آخر يقول لك الغش كظاهرة يجب أن تعالج وعندها طريقة معالجة أخرى ليس فقط الردع لا اسمحني مارك لا اسمحني مارك يجب أن توقف أمام في الباب المدرسة ثم نحارب الغش اللي رأي في المجتمع أكيد ولكن في المجتمع يجب أن نحافر على المدرسة الجزائرية وانطلاقة من المحافظة على المدرسة هي اللي تكون الأجيال هي كي يدوك ربما انطلاقة من المدرسة نحارب الغش اللي رأي خارج المدرسة أما نقول ليس له يعني كيمين جوستيفيكاسيو وبابا دير جوستيفي كيف تجوستيفي الغش على ما كانش الغش بكري اللي يجيب أن تكل على روحك يعني حاجة تجيبها بالقدرات تاعك لماذا الغش حتى في الدين التعناه موجود يعني كان آية اللي تكلم من غشة ليس منها إذن ما نرجع إلى الدين الإسلام التعناه ما لازمش نغش شو حديث نبيل الإسلام من غشنا في الإسلام أما تقول يعني سهارون مرانيشن وفقا يعني نبحث على الجوستيفيكاتي في الآخرين ليس تبرير البعض يقول يجب أن تكون هناك حملات تحسيسية على الأقل حسو شلامي حملات تحسيسية يجب أن تكون ولكن متوازي مع الحملات لكن لا تبرير للغش ما لازم بره لكن متوازي مع الحملات تيريفيجو الجرائد أولية إلى آخره يجب أن تطبق بالصرامة يجب أن يعرف التلميذ حقيقة إذا درت الغش في إمتعات عاقبته بعد الغش تقصف يعني بعد التطبيق هذا والله تغير الأمور في الغش تسمح بك إذا كان نتكلم عن الغش حقا تنزم المحاربة الغش الصح أن كل شي تبنى على الصح الأساسي تبنى على الصح ما يزمش يكون الغش والغش ما كانش يقابله أبدا ولكن يقعد أنني إذا كانت كأم أنا نقول بالله الطفل الصغير 14 سنة 15 سنة المتوسط يتم استدعاهم للمحاكم تسمع للمحاكم هذه مسؤولية مسؤولية الأولياء هذا التلميذ كي تربى قيادة التربية يعني كالمدرسة والعائلة كلهم والمجتمع كلهم معنيين بالتربية لأن لك أنا ربينا الطفل الصغير من الصغير يقولوا هذاك ماشي مليح هذاك ما تديرهاش هذاك حرار هذاك عيب هذاك ما تخدعش هذاك ما تسرقش هذاك ما تكذبش أكيد أن التلميذ يتبع حق ذلك المجتمع كل يزمها ويطربع حشاني ما يستهلاش ويسمحوا لي المجتمعين وكأم أنا ستجدني تقيلة بزاف تقيلة بزاف لأن التلميذ الصغير يستدعى ومعب بالغرامة عشرة ملايين غرامة يتسغلتها ولكن أنا نقول باللي يلزم تكون صرامة يلزم تكون صرامة إذن من هذا المنبر هذا نجزبع بس كما من توم اللعبتوا الدور للميديا يعني الوسائل للتيصال اللعبوا الدور أن في الانطلاقة البكالوريا تكلمتوا كل على هذه العمليات على الغش سنة الرابعة متوسط وربما أولادنا البكالوريا يرجعوا للور ويخافوا وعلى الأقل يعطيوا المصداقية اللي تحن تحوم لأن اليوم الحقنا ونلابود كل واحد فينا يدي وش قدر عليه الكفاءات تتعو القدرات تتعو المحاجم بنية على الغش ما تصلحش دونك حالين إحنا كأولياء وإحنا كان دورتعنا منذ قريب دوكو تلت شهور وإحنا خطر العاملي فات صارتنا بزاف والعاملي فات يعني تأسفنا لحقنا والأساتي إذا تعبوا في مدة 15 يوم قدرتوا دورة تانية يعني وقاموا عليها وشرفوا عليها السيكان صعيب جدا والأموال والأموال كبيرة لا يضيع تصرف على هذه المتحانات هذا اللي خلنا اليوم إذا ما نقوله بالغش هذا إذا ما نحربوه إذا ما نحربوه يبدأ من الحاقين هذه القرارات المتخذة في حق الغش أنا قاررت على جوستيس هذا صح الطفل صغر أنا والله العظيم غير حسيت به حسيت به لأنني نقول لك نتكلم كأومة خليني كرئس الفيدرالية لأن نوافقه ونقول باللي يجب تكون صرامة ولكن يلزم على الأقل هذه الخطرة زلقت بلا كما قال يرجعوا للورا مع البقالور يجبوا لدنا والأوليام شافوا يزود بكل تحسيس تحسيس وحتى في المدرسة حتى في المدرسة يلزم نقضيها نواصل في هذا الفكرة وننتهي في هذا الشي يعني بنسبة للتلميذ اللي عنده 13 سنة 14 سنة غير مقبول ربما التحقيق ولكن يجب أن نستخدم كما يقولون حالة بحالة اللي عنده أكثر من 13 سنة يعني نتصرف معه ليست التصرفات فلنتصرف مع التلميذ نحن بارك اللي عنده 12 سنة ولكن ندير التحقيق ليس نمور إلى الحبس إلى حقري هذا غير مقبول سيجل معروف القانون واضح من يشارك في تسريب شوف شوف ولكن 12 سنة 12 سنة ستا ستا نوفا ولكن كان في بعض الأحيان وما ضا معنا بلها الوزارة التربية قبضة التلميذ داخل القسم شكونا اللي كان يملي هذه الجواب أولياء باباه هما هما هذو كان يتحسبوا يعني هذو كان يتحسبوا أعلى قلتك يجب أن يكون التحقيق أما التلميذ أقل من 18 سنة أستاذ مزيئة مريان كذلك صدقني العاملي فاتحنا شفنا باللي كانوا الكبار الكبار اللي كانوا يصوروا والتحقيق بينها ما نقول شكون ولكن تحقيق كان يصوروا ويبعتوا لكن أنا كمقدمة نقول شكون تفضل هذا القانون الردعي ليس فقط ردعي للتلميذ حتى للأساتدالي ممكن أنهم يصوروا مواضيع ويخرجوها حتى للأساتدالي المشرفين مثلا على هذه اختبارات أنهم يصربوها أكيد ولكن ليس فقط تلميذ الأستاذ كذلك من يسرب هذه الأسئلار هم أعني بها ذكره كبير ويعرف بالنسبة للأستاذ اللي يدير هذا الشيء وقع خلال الأعوام الماضية وقع نعم مكانه مكانه ليس في التربية تبارك الله فيك هذا مكانه ليس في التربية يقصى ويرخ للهبس تربية ليس فقط تأخذ الدروس ولكن أيضا أخلاق إلى آخره عندما تساعد التلميذ على الغش كما أعطت له مخدرات وقع خلال الأعوام الماضية أساتذ تورطوا في توزيع المواضيع المواضيع الباكالوريا قبل أعتقد قبل أربع سنوات أو خمس سنوات نعم كل يتذكر ذلك والله هذا الظاهرة موجودة وفي ولايات هارون أنا قلتك الظاهرة الغش هي ظاهرة اجتماعية يعني انتشرت يعني كان ما من اللي لا أنا أقولها كذلك نحسنها فقط في التلميذ ولكن المشرفين كذلك الاختبارات من تورطه أنا لا تكلمت على التحقيق يجب أن يكون التحقيق لأن التحقيق هو ناحيبيين لك حتى نوصل إلى لسورس لسورس يعني ما نوصل على لسورس ويطبق القانون بس كيف التلميذ يقدر يتحصل على الموضوع كيفش يقدر التلميذ يتحصل على الموضوع لو كان مشي الكبار ولي كانوا مشرفين ما يقدرش يتحصل التلميذ التلميذ هذا يمتل شهد التعليم متوسط هذا يجب أن تكلموا عليه شهد متوسط نعمل سيتم فاساج سيتم باساج لأن هذا شهد تعليم متوسط حتى يعني يجي سيتم بلوكاج سيتم بلوكاج نعمل ما يتنحى القلاص يتنحى لأن عندنا شهد منعشة منعشة كبيرة منعشة كبيرة إذا حبينا نوصل إلى النوعية أيضا يجب أن نفكر كيف يكون أما من الابتدائي إلى المتوسط يجب أن يحذف أما من المتوسط يجب أن نخلق الجسور بين التعليم والفورمسيون بروفيسيوني اللي ما عندهش قدرات اللي يروح بعيد لماذا ما عندهش فرصات انتهى وقت النقاش إذن أشكر جزيل الشكر لا نسمح لي قلوا الكلمة لا تلاميب التولية معليش أترك الفرصة الكلمة أخيرة يعني دائما في هذا الإطار هذا الباكالوريا ممكن للأساتد أو التلاميذ تفضل للتلاميذ نقول لهم حظ سعيد لا يجب أن يشوفوا امتحان باكالوريا كما يقولون كما يقولون يعني ليس مسابقة هو امتحان ويجب أن يجب أن يجب لماذا؟ لأن السيرفو تحتى التلاميذ في الليل يجب أن يسترجع يجب أن يراجع في اليوم إذن يجب أن يرتاح يجب أن يركوبري ونتمنى لهم النجاح توفيق إن شاء الله أنا نقول دابون نهضر مع الأولية بشي نقول لهم يعني يلزم يخفوا على أولادهم ما يجبش يدروا الضغط وما يجبش يتحالهم بالأسئلة واش خدمت كيفاش خدمت غلط ترك ما غلطش يستغع ويقارنوا بينه وبين ويصحبهم بينه وبين ويجرتهم ثانيا التلاميذ نقول لهم باللي هذا مجرد امتحان مجرد امتحان يعني شيء موضوع جدا أنه يقدر ينجح إذا كان ركز واخدم ويتنحى الخوف ونقول لهم نتمنى ولهم النجاح بالتوفيق إن شاء الله نحن كذلك نتمنى النجاح والتوفيق لكل تلاميذاتنا شكرا جزيلا شكر للأستاذ مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأسادة التعليم الثانوي شكرا جزيلا شكرا للأستاذ جميلة خيار رئيس الفيدرالي